بعد أن منحت الكنفدرالية المستقلة لنقابات عمال شات 15 يوماً للاستجابة لمطالب الأمال جاء الاجتماع الذي ضم كل من وزير المالية والميزانية طاير هامد انجلين ووزير الوظيفة العامة والأمل برا محمد ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة موناجمته مع عضاء الكنفدرالية المستقلة لنقابات شات وعلى حسب ما أكده وزير المالية والميزانية طاير هامد انجلين بأن الهكومة مستعدة لتلبية مطالب الكنفدرالية التي جاءت في الميثاق الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الموقع بين الهكومة والنقابة قبل نهاية هذا الأم الأمين الأم للكنفدرالية المستقلة لنقابات شات محمد نصر الدين موسى هو الآخر تحدث عن مخرجات هذا الاجتماع الذي وصفه بالمثمر وجدنا هناك بعض الحلول أو بعض الردود لبعض الأسئلة التي قدمناها بقصوص النقطة الأولانية وهي ألوات النقل بالنسبة لعام 2022 كان من المفترض الحكومة تكفيه في شهر سبا وما كفتها تلآن وزير المالية أنطان الدمان وقال لنا يكفو منهني ولنهاية الشهر وأننا طالبنا كذلك من الحكومة الألوات تكفيه في وقتها بناء على هذا طالبنا قولنا حنا 2021 و2022 كلها لابد الحكومة تكفيه ويشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بهدف إيجاد هلول لجميع مشاكل الأمال وذلك ضمن برنامج حكومة الفترة الانتقالية ترجمة نانسي قنقر